ترأس وزير الصحة الحسين الوردي يوم الأربعة بالرباط اللقاء الوطني الأول لمصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي والذي عرف تقديم عرض حول حصيلة ومدى تقدم مخطط العمل الخاص بالمستعجالة الطبية 2012-2016 كما تميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لإحداث مركز وطني للخبرة في تقييم المستعجالات بفاس بين وزارة الصحة وجامعة سيد محمد الأول بن عبد الله بفاس وكلية الطب والصيدلة بفاس والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس كان ما تحقق أولا فيما يخص الرقم الوطني المجاني 140 فيما يخص اقتناء سيارة الإسعاف جد متطورة بمثابة مستشفيات متنقلة فيما يخص مستعجالات القرب في بعض المناطق إلى آخره ولكن هناك إشكاليات هناك اختلالات هناك نقعي ستنقر بها ونحاول ندرسها اليوم نقشها ونلقو لي حلول ما سنفعله في الأيام المقبلة؟ يوم السبب المقبلة إن شاء الله أول مرة في طارق المغرب سيتم انطلاق الخارجات الأولية لسخطي بريمير ما معنى هذا؟ أول مرة إلا كانت حادثة تصير أنه سنخرجه هنا وزارة الصحة والوقاية المدنية بجوج باش نتساعدون ديروا فيد باش هذا المرضى هادو ستكلفوه من الإسعافات الأولية باش يتم نقل ديالهم نحو المستشفيات باش يتم توجيه ديالهم المراكز اللي تستقبلوا وبعد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء قام وزير الصحة بزيارة لمصلحة الإسعاف الطبي الاستعجالي التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط كما زار حظيرة السيارات لتفقد وسائل النقل الطبي الاستعجالي المتطورة التي اقتنتها مؤخرا وزارة الصحة والتي سيبشر توزيعها على المصالح الجهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي اليوم تم توزيع 48 سيارة إسعاف جديدة تم اقتناؤها 30 من تيب أ اللي فيها معايير جودة وفيها معايير بمثلة مستشفيات صغيرة متنقلة لإنعاش والعلاجات الأولية الضرورية وكذلك هناك مجموعة من السيارات للإسعاف التي تم اقتناؤها في إطار التعاون الدولي من خلال التعاون الوزارة الصحة مع الوكالة الأندلسية للتعاون لخونة أندلسية 18 سيارة الإسعاف متجهة أساسا 18 إقليم وعملاء المتواجدين على مستوى جهات الشمال، جهات الشرقية، جهات التعاون الحسيمة، وجهات تنجاة تيتوان وشدد وزير الصحة بمناسبة هذا اللقاء الوطني أنه بالرغم من التقدم والإنجازات المحققة منذ انطلاق العمل بمخطط العمل 2012-2016 الخاص بالمستعجلات الطبية فإنه يتعين تعميق التفكير في إيجاد الحلول الناجعة للتحديات وتحول دون تفعيل إجراءات هذا المخطط